أعزائي المشاهدين أسعد الله صباحكم بكل الخير أصبحكم الله بكل الخير من قناتي المفضلة على قلبي الصحة والجمال وبرنامجكم النهاردة إيه؟ 50 دقيقة حياة مش النهاردة بس ده كل 50 دقيقة في عمركم يبقوا حياة وحياة سعيدة بإذن الله اتكلمنا في موضوع كتير ومختلفة في كل المجالات النهاردة هنتكلم على مجال كلنا بقينا مدمنين ليه للأسف ألا وهو المحررات الإلكترونية عايزين نعرف إيه الحماية القانونية لهذه المحررات إيه القواعد اللي هنمشي عليها عشان ما نغلطش ونقع في أخطاء قانونية إيه المجالات اللي ممكن نخش فيها وممكن نمتنع عنها إزاي نوصل للبعد عن الجريمة سواء كانت جريمة بردة أو جريمة زي كل الجرائم اللي احنا عمليين نتفرج عليها في بلدنا العزيزة طبعا كان أكفأ الناس عشان يجي لنا النهاردة كان معينا سيادة المستشار صبح عاطف أهلا مسامة سيدة المستشار من ونورنا مبدئيا طبعا الناس كلها عارفة حضرتك سيدة المحامي سيدة المستشار دكتور صبح عاطف غيس ولكن دايما أنا بخربش كده ورديوفي عرفنا الفنان وعرفنا الرسام وعرفنا إن حيات النهاردة اكتشفت المؤلف حدثك مؤلف لثلاث كتب قانونية أو في القانون الحمد لله والحقيقة كانت الفكرة نشأت من أكثر من حوالي أربعة أو خمس سنين وكنت بدأتها بكتاب في المستحدث في جرام السرقة طبعا مع التطور التكنولوجي اللي بيحصل بقى فيه سرقة وبقى فيه نصب وبقى فيه احتيال عن طريق الإنترنت عن طريق المشروعات الوهمية اللي موجودة فبالتالي إحنا دخلنا في حتة غير السرقة التقليدية فعملت كتاب إن شاء الله يكون تحت الطبع بإذن الله عن المستحدث في جرام السرقة جرام السرقة الحديثة بواجهها بعد كده فيه موضوع برضو كان بدأ ينتشر في فترة من الفترات وهو الإهمال الطبي والجرام والحاجات البشعة اللي بتحصل نتيجة بعض الإهمال بتاع بعض الأطباء مع الأسف تمام ده اشتغلنا برضو على الجزئية دي واتكلمنا فيها واتكلمنا في حتة إنه الإهمال الطبي ده بيبقى أسبابه إيه ونتيجته إيه والنتاج اللي بتترتب عليه بتكون إيه مؤخرا بدأنا نشتغل في الكتاب بتاع الحماية القانونية للمحررات الإلكترونية الموضوع باختصار شديد جدا اسمح لي الحماية القانونية ماشي يعني إيه المحررات الإلكترونية عشان نقول يعني إيه محرر الإلكتروني لازم حنقول يعني إيه محرر تمام المحرر ورقة مكتوبة رسالة بتتضمن بيانات معلومات إما إنها تكون عرفية مكتوبة بخط الإيد عرفية يعني ما فيهاش أي أختام ما فيهاش أي صفر رسمي تمام محرر رسم نيجي للمحررات الإلكترونية اللي هي اللي انتشرت في السنين الأخيرة نتيجة التطور التكنولوجي في العالم كله مش في مصر بس الرسالة اللي بتتبعت عن طريق الإيميل مبدئيا أو عن طريق أي نشاط إلكتروني بيتبعت عن طريق رسالة معينة الرسالة المعينة دي بتتضمن حاجتين بتتضمن معلومات وبيانات وبتتضمن توقيع إلكتروني توقيع البيانات دي اللي بتبقى في الرسالة ممكن تكون رسالة نصية ممكن تكون صورة أو صوتية لكن المحرر نفسه لازم يكون مكتوب ماينفعش يبقى صوتي لأنه في الآخر بيتم التوقيع عليه التوقيع الإلكتروني ده برضو التوقيع ده بيبقى مسجل لصاحبه حاجة شبه كده لكن هو بيبقى توقيع صحبه بيبقى مسجله على الموطع خاص به الـ ساحة توقيع ده ما يكون حرف ممكن يكون رقم ممكن يكون أي حاجة تدل على شخصية صاحبه. تمام. ده المحرر الإلكتروني. ببعت لحريك رسالة أنا في أمريكا. ببعت لحريك رسالة في مصر عن طريق الإنترنت. الرسالة دي بتبقى عبارة عن جواب. عن إيميل أنا عايز منك منتج حضرتك بتعمليه. أنا ببعز المنتج دوت. فببعت لك. بقول لك أنا عايز من المنتج ده كذا. إيه المواصفات إيه الطريقة. إيه الطريقة التوصيل مصاريف الشحن. وكلام اللي بكل ده. حضرتك بترد عليها. بتشوفي الرسالة بتقريها. لازم تكوني واثقة إن الرسالة دي جال من الجاية. يعني الشخصية دي أو المكان ده. بالضبط كده. فده عشان كده لازم يكون فيه توقيع إلكتروني على الوثيقة دي. وهي جاية لك. تكون جاية من الموقع اللي أنت عارفة إن أنا ببعت عليه. وتكون محملة بالتوقيع بتاعي اللي هو مسجل عندي. كنت عارفة إن ده توقيعي. وبالتالي بتبقى مصدر ثقة جامد جدا أكتر يمكن من الرسالة العادية إنك تبقى عارفة مصدر الرسالة ومين اللي موقع عليها. ده المحرر الإلكتروني. جميل. اسمح لي. فضل. أي حد بيشوف حضرتك في المحكمة. في المكتب في النادي. في الشارع. هيسألك سؤال قانوني عن الطلاق. الزواج. قضية. بيع. شرع. لكن إيه اللي أصار فكرك. وأصار ده شيتك. إنك تتكلم في القضية دي. وتكتب كتاب. جميع. وعيس تنشره على حسابك الخاص عشان توصل رسالة معينة. طمان. إيه اللي. شوف حريك هي. هنبتدي من مهنة المحامة. طمان. مهنة المحامة مهنة متطورة باستمرار. إحنا عندنا كل يوم في قوانين بتصدر. عندنا كل يوم في حيثيات جديدة. القانون بيصدروا بعد شهر أو اتنين أو تلاتة بتصدر اللي حتى تنفيذي. لازم تكون متابعة. ولازم تكون متطور. النهاردة كل حاجة في العالم بقت عن طريق الانترنت. كل حاجة في العالم بقت مشيه إلكتروني. ما بقاش فيه العبء بتاع زمان. العبء اللي هو رسالة ده يشيل بستجي ويروح يوصل ويروح وطيرات تشيل بريد وطيرات. ما بقاش في الكلام ده. بقى الموضوع أسل. فلازم احنا كمان نكون متطورين. زي مثلا الأطباء. زي المهندسين. زي أي مهنة تانية. لازم وإلا يبقى يبقى بيتخلف عن الطبور. تمام. إحنا عشان دلوقتي في مصر لازم حضرتك عشان تخدي مكانة معينة. لازم تكوني متميزة. ما ينفعش ان انتي تبقى في وقفة في الصف. زي زي أي حد. ومنتظر انك تبقى متميزة أو متطورة. فلازم نطور المهنة على حسب ما العلم بيقوله. على حسب ما التكنولوجيا بتقوله. ما ينفعش الغاية النهاردة. أكون أنا مثلا عندي شغل خارج مصر مثلا. وألاقي نفسي ببعد جواب في البسطة. ياخد 15 يوم. ياخد 10 ايام. ياخد. عشان يوصل يكون الغرض منه أو الهدف منه خلاص. لازم استفيد من العولة عن الموجودة حولها. لازم استفيد منها. فبالتالي حتى وزارة العدل بدأت انها تستثمر الموضوع ده. وبدأت الاعلانات اللي خارج مصر تبقى عن طريق الانترنت. من محكمة لمحكمة ومن وزارة لوزارة. فاختصرت وقت كبير جدا واختصرت مجهود. فالهدف من الدراسة دي أو من الكتاب ده ان انا اعمل حاجة جديدة احنا محتاجينها دلوقتي. وتكون في نفس الوقت دليل لغيري وتكون مرجع لغيري انه هو يكون لأ انا خلاص الطريقة التخليدية دي انا هبعد عنها. وحبتدي اخد الطريقة اللي بتواكب العصر وبتخلي الامور اسهل وحسن. دي جديد دي الفكرة اللي خلتني لجأت لكل ما هو جديد. ان احنا نطور نفسنا ونطور مهنتنا في نفس الوقت. طيب. ممكن حريك تقول لي ببساطة كده اجزاء او اجسام للكتابة حضرتك. شوف حريك. هو الكتاب متقسم. اول حاجة طبعا. بنتكلم عن المحرر العرفي ايه هو. كمقدمة يعني. بنشرح المحرر العرفي التوقيع الوسيط اللي هو الشركة اللي بتتلقى الرسالة وتبعتها. وبعد كده بنجيب نص القانون اللي هو قانون التوقيع الالكتروني 15 لسنة 2004. بنتكلم في المواد بتاعته بنشرحها. وبعدين اللايحة التنفيذية بتاعته 109 لسنة 2005. كل ده بالشرح والتوضيحه. بعد كده بنيجي بنقول ايه طيب. كل قانون بيصدر بيطلع بيانتج عنه جرائم. اللي هي المخالفات. اللي بيخالف القانون دوا. بيعرض نفسه لمسألة قانونية. فنتج عن القانون ده بعض الجرائم. تم حصرهم تقريبا في تسع جرائم. مسكين كل جريمة منهم بنص القانون بشرحها. بالدفاع بتاعها بتوقيتات الإجراءات بتاعتها. بتطبق فعلا في ممارسة العملية. تمام. طب حضرتك نصيحة لكل مستخدم المحرارات الإلكترونية. شوف حضرتك يعني أنا طبعا في يعني في نصيحة طبعا أساسية. لما تكون هتستعمل الطريقة دي من المرسلة. طريقة المحرارات الإلكترونية. لازم تكون واثق تماما من الوسيط. لازم تكون واثق من الجهة اللي انت هتصدر على العالية. الراسل لي. الراسل لي. لأن فيه وسيط بياخد الرسالة من حضرتك ويوصلها للمرسل إليه. طبعا. فلازم تكون انت متأكد من صحة الوسيط ده. ويكون الوسيط ده مع ترخيص. احنا عندنا هنا في مصر هيئة اسمها هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات. دي نشأت بالتوافق مع قانون بتاع التوقيع الإلكتروني. نشأه مع بعض. فالمفروض ان الجهات اللي بتتلقى منك الرسائل دي وترسلها. بيكون واغدة ترخيص مزولة من هيئة صناعة التكنولوجيا والمعلومات. فلازم تتأكد وانت بتبعت ان الجهة دي وغد هذا الترخيص. نقطة تانية ان البرامج اللي انت تكون بتستعملها في الارسال والاستقبال تكون برامج قوية وحديثة عشان يبقى من الصعب اختراقها. لانه فيه قرصانة على المواقع دي وفيه قرصانة على مواقع الوسيط. القرصانة دي بتؤدي انه يقدر يعرف انت الرسالة اللي بتبعتها ايه. الرسالة دي من اهم مزايا المحررات الالكترونية السرية. فانت النهاردة لو استعملت برنامج ضعيف. لو استعملت برنامج مش مؤمن. انت بالتالي بتعرض الرسالة بتاعتك للخطر انك يكون فيه حد تاني. وليكن الحد تاني ده ده منافس ليك. زي مثلا منقصة وانا بعت. والنفرد صح. يكون انت حرق باعد فيها بيان بالاسعار. تكون باعد مواصفات معينة للسلعة اللي انت بتسوقها. فتكون انت خلاص عرضت نفسك وعرضت حاجتك للخطر. فيه مزايا للموضوع دوت. وفيه عيوب. المزايا اولها سهولة الارسال وسرعته. انت حضرتك بمجرد ما بتدوس على الزر. خلاص. الرسالة بتكون وصلت. الواسط بيحولها في ثواني. للشركة اللي انت بعتها له. او للشركة اللي انت بعتها له. كمان حاجة مهمة اوي مرتبطة بالنحية الاقتصادية. ان المحررات الالكترونية ووفرت كميات ورق. وادوات واحبار طباعة بملايين. على مستوى العالم بمليارات. النهاردة انت حضرتك بتكتب الرسالة بتحطها على على الموقع بتاعك. وبتبعتها رقمية. كتابة. او رسومات. او كل الكلام ده انت بتبعته بيوصل هناك. هو بقى هناك بيطبعه. لكن هي المشكلة انك انت لما كنت بتبعت الرسالة دي هنا. كنت بتاخد وقت قد ايه على ما تعمل مثلا تصميم معين. كنت بتبوز كام ورقة. واستمرات ارسال واستمرات استقبال. الجهات اللي بتسرسل وتستقبل بتعمل استمرات وبتعمل فكل. الكلام ده وفر حاجات كتير جدا 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 من خلال العيوب. هي انك لازم تكون بتستعمل برنامج قوي وإلا حيتم اختراق المسائلات. الموقع بتاعك. بالضبط. في الاونة الاخيرة اكتشفنا ان مجموعة من الشباب قامت من مشاريع اقتصادية. مشاريع اقتصادية كبيرة مش صغيرة. وللأسف وقعت في ازمة المحرارات الالكترونية. واصبحت مديونة بسبب الاختراق والكرسنة. ودخلوا السجون. هل نقدر نساعدهم ونثبت ان تم اختراق المواقع بتاعتهم. ولا خلاص فات الاونة. ولله شوف احرك اقول لك على حاجة. انا مرت بالتجربة دي فعلا مرة مع حد من المكتب يعني. كان الموضوع التداول الدولار اللي هو اللي كانوا يقول عليه في النت. هنا المتهم بيتحقق معاه وبيتحبس. هو في الواقع هو ضحية. يعني هو في الواقع بيبقى ضحية. زي ما هم قالوله في الموقع. وقالوله اعمل وهات ناس ويوي. ويبقى فيه شجرة. انت. اي. انتشرت جدا في الاونة لخي. بالضبط كده. الكلام ده كله حط ناس كتير زي موضوع توظيف الاموال تقريبا يعني. الناس دخلت عليه بدون دراسة وبدون وعي. وفوجئنا ان فيه شباب كتير جدا جدا وناس كتير اتحطت في. شباب وكبور على فكرة. طبعا. اتحطت تحت تقلات القانون. وبالتالي لقوا نفسهم في يوم من الايام محبوسين. لازم نتحرد دقة في المسائل دي. ولازم نعرف احنا رحين فين وجاين من ين. ولازم ندرس. ما نلاقيش نفسنا في واحد فتح مكتب مسلا الاتصالات. فنجح في الروح. كلنا رايحين فتحين نفس النشاط. دي فانا مشكلة في مصر. بالضبط. كل ما نشاط ينجح. الاستهواء. لقى كل الناس تجري عليه وتعمله فينزل. طبعا. لان طبعا كل ما بيبقى المعروض اكتر كل ما القيمة الشرائية للسلع بالتالي. اكي. فانا بوصي الناس طبعا في الجزئية دي ان هما يتحرد دقة تماما في المواقع اللي بدخلوا عليها في الناس اللي بتعاملوا معاهم كمان. هل الناس دي متخصصة ولا لأ. طب هل الموقع ده. انا ببساطة شديدة اقدر ادخل على موقع هيئة صناعة المعلومات والتكنولوجيا. واشوف الجهة دي. طبعا عليها ولا. اللي انا هتعامل معاها دي. هل هي موغدة ترخيص مزولة منها. هل مش موغدة ترخيص. اشوف موقفها ايه. وبعدين ابتدي ان انا اتعامل او طبعا. فلازم يكون عندنا وعي في الحتة دي ان احنا نتحرد دقة في كل حاجة بنعملها. طيب انا شفت برضو في صفحات الكتاب ان حضرتك بتنصحنا مش مش مجرد بس ان بعد وقوع المشكلة. قبل وقوع المشكلة. غير التحرير. وغير ان انا قصق في الشخصية. ايه اللي انا اعمله كشاب رايح اعمل مشروع. وهتعامل مع مواقع إلكترونية. تعمل ايه. هو زي ما قلت الحريق مبدئيا. ان هو يعمل برنامج قوي للموقع بتاعه. يعني هو هيعمل موقع. يعني ما يجبش واحد صاحبه يعمله موقع. او قناة يوتيوب. فكده بتبقى. لا طبعا. لازم يكون حد متخصص جدا عشان يقدر يقامل له المسألة دي. وان كانت فيه بعض الشباب بيستسل شوية عشان التكلفة. هو عايز يبدأ فعايز يخفض التكلفة. لكن انا بقول له انك ممكن بسهولة جدا تلاقي نفسك في الاول بتدفع تكلفة ليلة جدا. والمشروع بتاعك بيكبر وينتشر. وبعدين فجأة تلاقيه مش موجود. حد يقرصانه. حد يخفيه. حد يدمر لك الموقع. حد يدخل الفيروس على الموقع بتاعك. بعد بيكون حققات نجاح ونسبة عمل. لو عندك عمل ومبيعات. بتلاقي نفسك كل ده راح. وانت ما بقيتش موجود اصلا. ده نتيجة. لانك اثرت في البداية. بالزبط. فلازم تختار البرنامج المزبوط. تجيب حد متخصص يعمل لك الكلام دوت ويعمل لك مزبوط. بحيث ان انت تضمن على الاقل الاستمرارية في النشاط. طيب لو الشباب المراهق او الشباب تحت السن 35 انا بعتبروا صغير. يا طهرة الاب ليه دور? شوف حريك هو احنا يعني عشان نكون واقعيين يعني. احنا الشباب اللي طالع اتعلم احسن مننا. وعندهم واي احسن مننا. بس هما المشكلة احنا بنوجه وعينا في الخير وهم بيوجهوه شوية. يعني بيبقى فيه شيء. اتمحهم و جمحهم بايح اكتر. اه بيبقى مستعجل قوي. والاستعجال بتاعه ده احيانا بيدخله في مشاكل كتير. وبيعتبر ان هو كده اكتر زكي. اه هو الاب في الحتة دي هيبقى دور الرقابة بس. يعني انت بتعمل ايه? انا بعمل كزا. طب انا حاول اساعدك في كزا. حاول الاب يندمك شوية مع ابنه في النوعية دي. بهدف الرقابة والتأمين في نفس الوقت. ان انا ملاقيش ابني بيتورط في حاجة. ملاقيش ابني. دخل في موقع. هو مش عارف يخرج منه. لأ نفسه بيتبادل حاجات على النت. هو مش عارفها. وحصلت اكتر من مرة ان في فترة من الفترات كانت بتبع الطرود باسماء ناس وهمية. وكانت الطرود دي بيبقى فيها من شكل كتير جدا. حصل جريمة القتل بسبب طرد. بيبقى احيانا بيلاقوا مثلا ممكن يلاقوا قثار في الطرد. والشخص اللي بيبقى جايله الطرد ده. هم بيبقى احيانا عارف الجهة اللي بيعتقوه له او مصدره. وبيبتدي حد من جوه البلد اللي يرايح فيها الطرد. ان هم يبتدوا يتردوه لغاية ما ياخدوا منه. اتحط ابني او بنتي او قريبي في الموقف. اول حاجة ممكن اعملها. اول حاجة ممكن اعملها ان انا اعمل بلاغ في مبحث الانترنت. اصرح في الحالة. واقول في حصل كذا وكذا وكذا. واحكي الموضوع بمنتهى. الامانة والصراح. وبكررها تاني يا جماعة. اللي عايز يعمل بلاغ. سواء في الانترنت او في غير الانترنت ارجوكم تحرد دقة والصراحة. لانه لما بيبتدي نختلق معلومات معينة في محضر. في بلاغ المعلومات دي في الاخر بتنعكس علينا. وعلى مصلحتنا في اسناء سرد دعو. فلازم يكون انت حسيت بقلق. حسيت ان الموقع ده مش مصبوط. حسيت ان الموقع ده فيه توظيف اموال. فيه تمويل جماعات ارهابية. فيه آآ آآ سور اباحية. فيه اي حاجة. وعايز تتخلص من المسألة دي. انت حضرتك بتعمل بلاغ في مبحث الانترنت. وبتقول في بتشرح في الموضوع كله. وبتقول ان انا جاي اعمل اثبات حالة للموقف ده. علشان ازمتي القانونية منه. وبالتالي ده بيكون كويس جدًّ 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 لك فيما بعد. لو لا قدر الله الامور تطورت وبق في قضية او في مسألة مسألة القانونية. مع احترام الحضرتك كل الاحترام أروق ألجأ لأي محامي ولا محامي خاص شوفهم طبعا كل الأساس بخير الحمد لله. لكن في بعض الناس بيبقوا شوية ليهم في المتخصصين شوية. يعني دايما المحامي بيبقى التخصص أو هو مش بيبقى تخصص بالواقع يعني. لكن هو يميل للنوعية معينة من القضايا. القضايا دي بتبقى محتاجة حد من المتخصصين في المحاكمة الاقتصادية أو في قضايا للتصالات بشكل عام. بيبقى عنده معلومات أكتر. بيبقى دارس المسألة أكتر من جهة يعني. فبيفضل طبعا أننا هروح لحد يكون ليد راية بالمسألة تي. الموضوع كبير ومهم ومؤثر فينا وفي بيوتنا طريقة كبيرة. أه طبعا. هستأذن حاجة فاصل. نرجع تاني. فاصل صغير ونرجع لكو. أتروحوا في أي حد.